أكد المركز الأعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء مشروع الدراجات الجديدة كايروبايك وقد شدد المركز الأعلامي على استمرار العمل بالمشروع واستكمال المحطات الخاصة به بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية باعتباره من أهم المشروعات التي تسهم في تخفيف الكتفات المرورية وذلك من خلال الاعتماد على الدراجات كوسيلة مواصلات صحية وصديقة للبيئة والحد من الاعتماد المتزايد على السيارات مشيرا إلى أنه من المقرر تشغيل المشروع في مرحلته الأولى والتي تتضمن إنشاء 26 محطة قبل عقد مؤتمر المناخ كاب 27